موسيقى السلام عليكم كديري كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير في صحة جيدة كيف تشوفوا معي اليوم سوف نوجد معكم الخبيزات التي تشوف في الاول في الفيديو سوف نبدأ مقادير وطريقة تحضير 500 جرام من الدقيق الابيض الفورس سوف نضيف عليه ملعقة كبيرة من الخامرة الفورية ويمكن لكم تضيف الخامرة المعجونة 120 جرام و هنا معلقة صغيرة من الملحة و جوج معلقة كبار مسوحين من السكر سندة يعني ميكونوش عامرين يعني مسوحين جوج معلقة لهم كبارين و سوف ندفع ليهم جوج معلقة عامرين من الزيت العادية يعني الزيت الوسيور من المكونات و سوف نجنوها بالحليب سوف نعطيتكم كل شيء بالتدقيق سوف نعبروها بالكاس كما تشوفوا عمرتهم جوج كيسان عامرين قد قد الحليب كان غير في الحرارة المطبخ يعني ما كانش في التلاجة إلا كان عندكم حليب في التلاجة خرجوه على البراحة يقولي دافي يعني بالحرارة المطبخ و تجنو بها لحال سخون ذابة ولكن الحال بارض و بغيت تديروا هاد القبيزات سوف يدفعوا الحليب إن شاء الله و تخدمو به كيف ما كتشوفوا معايا عجنتها معاكم غير بإيدية و بالقصرية يعني عجينة عادية باش غتعرفوها سوف ننجح معاكم كاملين ماشي زعما راك نديرو العجانة سوف ننجح معنا الوصفة لا راها غير العجانة غير وسائل اللي هما كيسهلوا علينا الحويج يعني في الكوزينة كتكون يتقضي واحد الحاجة كتدير العجانة باش كتسهل عليك ولا الناس اللي مرادين دارينهم إيديهم دارينهم سبعانهم يعني أنا را السبع ديالي غادي تشوفوا ما قدرتش ما بغيتش نصور بيها لسقة اللي دايرة في إيدي و قلت غادي نحيدها حتى نعجل معاكم هنا يا العجينة كيف ما كتشوفوا معايا كنجمع فيها ضربته البارح الحداقة كنجمع في الخيز و ضربت الصبع ديالي مهم هنا مني بغيت نكمل الفيديو حيتها اعاودتها في الاخر ما قدرتش أني نكمل صافي هنا يا كيف ما كتشوفوا معايا العجينة من بعد مجمعتها كنجمع واحد العجينة اللي يزوينا غير بها دوكجوكيسان ديال الحليب كافي انها غت تعجلينا هاد الكمية ديال الدقيق من بعد ما عجلناها غد نغطيها بمندير ولا الفوطة ديال الكوزينة ونخليوها 15 دقيقة حتى تخمر اللي نرى الحال سخون تبارك الله من بعد ما اضعف لنا الكمية ديالها الحجم ديالها غد نزيدوا عليها كيف ماشو معايا مع القا كبيرة ديال الزبدة و جوج ديال الفرماجات كي اعطيهم واحد الخبز واحد اللدة واحد خبز ما شاء الله ديال النهار الكبير ديال النهار العيد العيد قرب يالله اللي بغت ديال الخبز هذا غينجح معاك اكيد المئة في المئة ومن تسنوش حتى النهار العيد مهم ان شاء الله بإذن الله نعاودوا نديرو في العيد حتى حاليا نديرو الوليداتكم ارغاد يحمقكم بزاف وزوين كي ساهل انكم تجربوا كيف ما كتشوفوا معايا نبقى ودخلوا ديال الزبدة ودخوا فرماجاتك يحتاجوا واحد شوية الوقت على ما دخلنا مفيك نعرفوك نضيفهم على العجينة ما كيبغوش يدخلوا بالزربة بقيت بشوية بشوية احتاج مع العجينة شوفوا الشكل ديالها كتولي واحد العجينة اللي هي رطبة وزوينة وساهلة معاكم في الخدمة ديالها ما غا تمحنكم متى حاجة هنا عاود تغطيتها وخليتها خملات واحد شوية 10 دقائق غير باش تجيني ساهلة في الخدمة ديالها صافي هنا غادي ناخد الميزان وغادي نعبرهم ان شاء الله هما غادي تديرو فيهم 70 جرام اللي بغيتوهم يجيوكم 13 واحدة غادي تديرو 70 جرام في الوحدة انايا درتهم بذلك الحجم هاداك جوني 10 تقريبا كل واحدة درت فيها ديك 80 جرام 90 جرام تقريبا 90 جرام يعني علجتني غير 10 جرام جوني زوينين بالزاجة وفنين والله اما عقلت موين وش عشر انا نعود نحسبوهم معاكم انا ما درت 13 جدرت وقال 10 قلت غادي نضيرهم شوية كبيرين باش يجيوني زوينين في الحجم ديالهم صافي هنا يكملتم من بعد ما عبرتم كامل شكل ديالهم باش كي يجي شكل ديالهم زوين في الحطة ديالهم قد جي الحاجة موزونة ومثولة بالنسبة للبنات اللي ما عدمش العجانة ما عدمش الميزان راغير عينكم ميزانكم تخدموا الحاجة شنو اللي كي يحتاج انك تكون عندك تكون عندك يعني الميزان هو الحلوة ديال الحلاوي يعني الحلاوي تيبغوا العبار بالتضقيق اما هاد الشي بحلاكو ماشي مشكين وخاء انا عطيتكم يعني العبار كامل ديال الحليب ديال الزيت ديال هاكو يعني العجينة كتقدري انك تزيدي حاجة باش تطرخ فيها ولا كانت يعني مرخوفة تزيدي الضيق بالجمع اما الحلاوي هما اللي كيبغوا العبار بالتضقيق مهم كم علومة وصافة كم ما استفد نحنا تحنا غادي نو كنستافدو يعني كتشوفي كتتفرجي كتسمعي كتشوفي الناس غادوا كتستافد النهار على النار هنا ريح دا يامين ارى مريضة مريضة اليم النهار مشات الرحلة وهي جات مسكينة مريضة بساف مخنوقة راها بقى كتشوفوا بالدابة كانوا كيهبطوا البولمان بارد والبره سخون مسكينة محنة واحد شوية الحمدلله اللي يشافي جميع الوليدات مهم هنا بنبعد مساليتهم كلهم الكورات كيف ما كتشوفوا معي غدا غير نكورهم كاملين ندقاد الحجم ديالهم هنا باش غادي ندهنهم غادي ناخد معلقة كبيرة ديال العسل ونس كاس ديال عن بياني خمسين مليليتر ديال الحليب وغادي نخلطهم زيان كيف ما كتشوفوا حتى ذاك الحليب غايتخلط مع ذاك العسل يعني العسل العادية هنا باش غادي نديروهم في الحليب على هاتشكل هذا ونحطوهم في هاد في الزرارع اللي عندنا اي حاجة متوفرة عندكم ديال الزرارع انا كتبغى نديرهم غير بالجنجلان ولكن جنجلان كيف ما كتشوفوا السالة اللي مبقاش عندي صافوا وقلت غادي نكمل يعني بالزرعة ديال الشمش يعني العادية وغادي نكمل بالزرعة الكتان جاو ما شاء الله غزالين كيف ما كتشوفوا معي هنا العجينة كتجيزوينة بزاف كيف ما كتشوفوا وغادي نحطوهم في البلاسة فوق سطح العامل غادي نتبسطوهم واحد شوية كنقلبوهم كنديرو شوية ديك كنسرحوهم على الجيهات بجوج كيف ما غتشوفوا معي هنا حتى كنتخدامة هاد البلاسة ما شرحتش لكم فيها ما بيينتاش هنا كيف ما كتشوفوا وغادي نحلهم كنخشيص بعي هاكا الوسط فيها وكنفرقها بحالي كنفرقوا يعني سفنج وكنغطسوها أعلاقة في الحليب اللي فيه العسل وكنحطوها في الزرارة على هات شكل هذا كنتمنى يعجبوكم كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو واضح يراهم ساهلين وما قادر بسيطة ولكن شي حاجة اللي هي زوينة غادي تعجبكم بزاف هنا كيف ما كتشوف وراء لسقولي حتى جبت الدقيق وكملت به غير ديرو ولكن ما تكتروش الدقيق فاش تكونوا يعني تتصرحوا فيهم تقرسوا فيهم بالدلك ما تكتروش ليهم ديك بزاف باش يجيو زوينين ما يجيوش هزي لنا دقيق هنا رحيت معا هاتيك الزبدة كي قول عجينة خفيفة كي لسقولي يفد لك سوف نكمل بشوية دقيق هنا رح نوريكم رح كل شي واضح كنوركو عليهم من الوسط باش كتجي هاتيك تقبو وكننضيوهم ونجيبوهم واحد شوية بحل السفنج وكنغطسوه ونبقوا نغطسوه في الحليب ونغطسوه في الزرارع كي جيو زوينين هنا الفران اللي مسخناه فران ذي الضو على درجة 180 الفوق والتحت غدي نخشيهم يطبوع 180 درجة غدي ندخلوا ان شاء الله الفران وغدي نرجع معكم وغدي تشوفوا الشكل النهائي ديالهم هنا غد تسمحوا لي غدي ان شاء الله نكملهم كاملين وغدي ناخد اللاطاس ذي الفران غدي نحط الورق وغدي نحطهم فيه ونخليهم حتي خمروا تماما انا سبقت الفيديو في الهضرة هنا هنا كيفما كتشوفوا معي حطيتهم اراه خمروا يعني تنحطهم ضروري ديك 10 دقيقة تل 15 دقيقة حتي بل هنا الحجم ديالهم ضعف وخمروا عاد باش ندخلهم الفران على درجة 180 الفوق لتحت الفران ذي الضو ونخرجوهم ولكن عندكم فران عادي سوف تعرفوا الحرارة اللي غدي تطيبوا عليها بحل الخبز العادي وهنا كما كتشوفوا الشكل ديالهم كيجيو زوينين كيجيو واحد البنة ديالهم ما شاء الله تبارك الرحمن غزانين بزاف غير جربوهم وغدي تعرفوا وعلا شكرا لكم رأيهم زوينين بزاف والله العظيم لا تشبعوا منهم ونقضوا اللي خدلوا ولا يزيدوا الثانية وزيدوا الثالثة يعني خفافين بزاف هنا ان شاء الله درسهم غداء ان شاء الله باذني الله نبارتجيهم معكم اليوم وغداء ان شاء الله باذني الله ان فطروا بيهم رضقناهم عفتوا حمقونا وهشاشين وخفافين ممعجنين ماتشي حاجة اللي هي زوينة وبنينا بزاف كنتمنى الفيديو يعجبكم شكرا المتتبعات الأوفياء ديالي كاملين قاع الناس اللي كيشوفوا القناة اللي بالصدفة وكيخليوا في حق التعليق اللي هو زوين ولا كيدروا لي اللايك ولا كيشاركوا في القناة كنقول اليوم الله يكبر بيكم الله يحفظكم شكرا بزاف للدعم ديالكم المتواصل لي وشكرا لمشاهدة والناس اللي بقى كتفرجت لهاد اللقطة هذي كنقول لكم كنبغيكم بزاف وحفظكم لي شوفوا هنا راني قسمتهم معاكم ما شاء الله زوينين شوفوا كيت تحمروا ملتحت وشوفوا اللون ديالهم كيجا زوين جاو زوينين جاو شي حاجة رائعة كنقول لكم مني نشكر لكم الحاجة غير عرفوها راها زوينة مني نكتر عليكم كيحموا زوينين غزين عرفوهم زوينين هنا الكمية اللي بقتلية مقدتنيش في شبيكة خليتم تمع وهادو كرا صورتم معاكم كانت مني يعجبوكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا هذا الفيديو يطبقوا الوصفات جيكم زوينة ان شاء الله وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله باذني الله اشتركوا في القناة